سامية أبدأ معك هذا الإنجاز هو نتاج لرؤية ولي العادة 2030 من أجل جعل المملكة العربية السعودية رياضيا وشعبا مملكة أسعد شعب في نجاح في مواصلة لما بدأوا سابقا على مدى السنوات بالفعل نتحسين هذا فوز ليس فوز في بطولة أو فوز في مباراة هذا فوز مشروع واضح هناك مشروع متعوب علي هناك كوادر تعمل على المستوى الإداري على مستوى الفني على مستوى اللاعبين وفوز اليوم يؤكد حتى أن فوز المنتخب السعودي الأول وصدارته لمجموعته وتولي لكيس العالم لم يكن فوزا مفردا وأنه ما هو نتيجة مشروع متكامل واليوم هذا الفوز هي المحاولة الثالثة تقريبا أو أكثر أن يصل يحرز اللقاب ولكن أحرزه في أصعب محاولة لكن دائما ما يقال بالعامية ثالثة تابتة خاصة أن يكون بشباك نظيفة بأفضل حارس بأرقام قياسية على جميع الأصعدة بأفضل لعب لعب نظيف ما فيه ما شاء الله يعني عليهم بردء ما خلوا ولا شيء استثناء الكرة السعودية تكتب تاريخها في هذه البطولة بحروف ليس من ذهب من ألماس صحيح يعني يمكن حتى كرة أيمن يحية في نهاية الشوطة الأول الرئيسية لأنه لمح الحارس متقدم له مسجلها كان لقب الهداف أيضا يكون هو أيمن يحية متساوي بالهدافين ولكن بفارق الأسست كان كل المنصة تكون خضراء يعني المنتخب السعودي استحق كل الألقاب ليس لقب البطولة للقاب الفردية لأنه الأكثر توازنا جميع الخطوط فعلق ودفاعق وهجوم أيضا واجه منتخب وواجه جمهور وواجه إعلام وكل الضغوط أتجاوزها نعم أستاذ أحمد بهذا الإنجاز التاريخي أعود وأقول أن رؤية ولي العهد عشرين ثلاثين يعني تتأكد مرة وأخرى على أن تكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة العالمية سواء في الإنجازات سعادة ورخاء واليوم يعني المنتخب الأولمبي يؤكد على ما نشهده أكيد وخاصة أن الجميل في هذا اللقب أنه حقق بسواعد سعودية على مستوى التدريب سعدي الشهري والجميل أيضا في هذا الانتصال رئيس الاتحاد طبعا كان طماع قبل البطول عندما سئل عن المنتخب وعن أرقام الجيدة التي حققها قال كل الأرقام ستتلاشى ما لم نحقق اللقب لا شك أنه ذهبنا إلى هذا المعترك ونحن كلنا جميعا متفائلين بهذا المنتخب متفائلين بمدربه متفائلين بنجومه ولا تنسي أيضا النجوم هذا المنتخب هم نتاج أيضا أقوى دوري على مستوى القارة وهذا المنتخب الأولمبي ونتائج اللي تابعناها لتتلج الصدر تعطينا نظرة قريبة من مستقبل الكرة السعودية أكيد يا هندل لا شك أنه ندارة العجلة لكن هذه البداية نعم أكيد وهذه البداية عندما انتهى الكاس العالم منتخب الأول عندما يحقق المنتخب الشباب أيضا مع صالح المحمدي بطولة العرب وعندما اليوم نحقق بطولة آسيا على يد أيضا مدرب وطني بالتالي أعتقد أن المشروع كبير والمشروع أيضا سيتحقق بإذن الله خاصة وأن أيضا هناك مرتكزات سيستند عليها هذا المنتخب وصدت أكثر من ثلاثين ألف من الجماهير الأسباكية التي كانت فعلا مخيفة وممكن هذا أيضا يحسب للمدرب يعني الشهري الذي عارف كيف يتعامل نفسيا وأيضا فنيا مع اللاعب رح نروح لأول فاصل